السلام عليكم عزيزي الطالب وحلقة جديدة من تدريس اللغة الإنجليزية اليوم جيت وياكم ملاحظات مهمة جدا طبعا للجميع الثالث متوسط سادس عدادية متوسطة تجي بكل الكتب هذه الملاحظات لكن بالأخص للأول متوسط هنا عندي البرب to be هذا الbe البرب to be هذا الbe مشتقاته الفعل الbe مشتقاته مشتقاته is للمفرد are مشتقاته is للمفرد are للجمع am اللي معناها أناتج ويالi was للمفرد والwhere للجمع الis والare والام يجنوية المضارع الwas والwhere يجنوية الماضي إذا اجبعتهم فعل الكل سواء كان مضارع أو ماضي إذا اجبعتهم فعل لازم نخليه ل-ing نضيف للفعل ing ويكون الزمن مالتك زمن المضارع أو الماضي المستمر إذا اجبعتهم فعل أو يجيك بالسؤال أنه بين قوسيا فعل أنت لازم اضيف ل-ing ويعتبر زمنك زمن مستمر يعتبر زمن مالتك زمن مستمر سواء كان مضارع مستمر أو ماضي مستمر لكن إذا اجبعتهم اسم أو صفة لا يعتبر بسيط مضارع بسيط أو ماضي بسيط تعالوا هنا اللي هو was continuous was continuous الماضي المستمر الماضي المستمر شون قاعدة تكون قاعدة الماضي المستمر قاعدة الماضي المستمر أنه فاعلك سواء كان فاعل مفرد أو فاعل جمع المفرد ياخذ الwas والجمع ياخذ الwhere طبعا المفرد اللي هو he وshe وit وi والجمع we وthey وyou بعدهم الفعل يكون ing هذه في حالة المثبت نزل الفاعل نزل أحد الأفعال المساعدة حسب فاعلك تخلي للفعل ing هاي قاعدة المثبت قاعدة النفي نزل فاعلك حسب الفاعل تخلي للفعل المساعد was وراها not wasn't where وراها not weren't فاعلك wasn't weren't حسب الفاعل مالتك إذا مفرد wasn't إذا جمع weren't الفعل تخلي ing فعلك ثابت ing ما تتغير دائما الغان الأخر الغان الأخرى مو نفس الأزمنة الأخرى أنه يتغير الفعل الرئيسي لا فعل الرئيسي بقى ثابت بإضافة ing لكن التغيير يكون بالفعل المساعد إذا مثبت بدون not ففاعلك that wasn't aware زائد فعل ing هاي في حالة النفي في حالة السؤال في حالة السؤال تقدم الأفعال المساعدة was و where والفاعل بعدهن قلت لك الفاعل حسب الفاعل الفاعلك الفعل المساعد حسب الفاعل مالتك تقدم الwas وال where والفاعل بعدهن الفعل ing زائد تكمل علامة الاستفهام الفعل المساعد زائد الفاعل زائد الفعل ing زائد علامة الاستفهام وطبعاً ملاحظة مهمة الملاحظة المهمة الملاحظة المهمة أنه عندي هنا الهي, she, it, I يتاخذ الواس والذي, we, you يتاخذ الوير طبعاً هذا الفاعل وهذا أفعال مساعدة أعادة سريعة تخص الطلبة حتى يفتهمون أكثر now this is verb to be now this is verb to be is, are, am, was, were and after that verb add ing verb add ing also pass continuous now pass continuous subject auxiliary was and were and mean verb add ing subject was were and were add ing this is auxiliary and this mean verb and this in affirmative but now negative now negative subject wasn't weren't auxiliary subject auxiliary verb wasn't weren't and verb add ing this is this is a negative this is a negative in the question was were auxiliary plus two subject and verb add ing question mark is we link i i as a so i i i i i محاضرة من ملاحظات اليوم وخليكم تابعني حتى يصير شوية قوة